نعم سادتي مشاهدين من أبواب الرحمة أبواب قبول الطعاة أبواب استجابة الدعاء من هذه البيوت التي أدن الله سبحانه وتعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه و يسبح له بالغدو والآصال هذه هي بيوت الله بيوت رسول الله بيوت عترته من ألي بيته حيث استجاب الدعاء من كل الأنحاء و من كل الأبواب إن شاء الله تكون هي صوب تجاهنا صوب قبلتنا صوب كل استجابة لمطالبنا نعم في هذا اليوم و في ذاكرة الأيام سنتناول اليوم غزوة حنين اللي هي أحد الغزوات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في العام وسنة الثمانية للهجرة وقعت بعد فتح مكة مباشرة و ذلك في السنة الثامنة للهجرة الموافق ستمية و ثلاثين ميلادية في منطقة حنين حدثت هذه المعركة بين جيش المسلمين بقيادة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وسلم من جهة و بينناكم عن غزوة حنين اللي الصادف في هذا اليوم حيث كانت واقعة كبيرة و أكيد التاريخ يذكرها و فيها مآثر لأمير المؤمنين عليه السلام و الأصحاب المنتجبين كذلك من هذا الخبر و من عفوا من هذه الواقعة ننتقل معاكم إلى خبر الصباح اليوم في خبر الصباح سنتناول معكم بأن الأمان العامة للعتبة الحسينية المقدسة قد نصبت ستائر أو أربعة ستائر عفوا أو ثلاثة من خيوط ذهبية و أحجار كريمة في ثلاثة أبواب بالحرم الحسيني المقدس حيث صرح رئيس قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة المهندس عبد الحسين المحمد بمتابعة مباشرة من قبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام التوفيقات استطاع قسمنا و من خلال وحدة التطريس و الخياطة بتثبيت اللوحات الخاصة بمداخل الاستئدان للإمام الحسيني عليه السلام و التي تم تصنيعها بالتعاون مع مؤسسة السيدة فاطمة الزهراء عليها سلام في دولة باكستان مشيرا إلى أن اللافتة الواحدة تتكون من خيوط حرير طبيعي مطلية بالذهب و الخطوط المستعملة في اللافتة يعني الخط المستعمل في اللافتة تم استخدامها من قبل خطاطين و مزخرفين عراقيين على شكل تاج ملكي مضيفا في الوقت ذاته أن أبعاد اللافتة واحدة تتكون من ثمانية في ثلاثة متر و كذلك الاثنين الأخيرتين تتكون من ثمانين سنتيمتر في ثمانية و ثمانية سنتيمتر هذه اللافتات الجميلة التي زينت بها أبواب الرحمة للإمام الحسين عليه السلام هذا انتهت فقرة خبر الصباح و أكيد لنا وقفات أخرى و لكن بعد هذا التوقف البسيط ترجمة نانسي قنقر